الجزئية التانية هو مش الكاف الف البيان ده او في الخطاب ده في ديدلاين 28 ستة ولما قال الاندية اللي عايزة او الاتحادات اللي عايزة تنظم المسابقات الافريقية سواء دوري ابطال او كونفدرالية مش حطي ديدلاين برضو وقال ما ينفعش تبعت بعده طيب انا عطلع لكم دلوقتي بخطابات برضو مفاجأة للناس في الكاف وللناس في الاتحاد الافريقي عشان نعرف هل بيتم احترام الموعد اللي بتكتب ولا بتعد بالمزاج ما انت لما قلتلي انت ما قدمتش بعتلك بعتها وقلتلك انا عايزة نظم قلتلي لا ما هالمعاد انتهى طيب انت دلوقتي في خطاب زي ده قلت 28 ستة ده اخر معاد طيب نطلع بالمفاجأة 28 ستة عشر واحد وعشرين كان اخر معاد عشان تحط كوادر في اللجان تخيلوا 28 ستة يعني بنتكلم من سنة من سنة طيب ايه اللي حصل بعدها اول جواب معايا بتاريخ واحد مايو عشرين اتنين وعشرين يعني من شهر يعني الديد لاين خلصان من عشر شهور او حداشر شهر وبتحط تعيين لحد بتاريخ واحد مايو عشرين اتنين وعشرين قدامكم على الشاشة ده ترشيح بتاريخ واحد مايو عشرين اتنين وعشرين من اتحاد جنوب السودان للسيد عبدالله عبدو عبدالله عشان يتعين في احدى اللجان داخل الاتحاد الافريقي تمام ايه هي اللجنة لجنة كأس القهم الافريقية لمدة من عشرين اتنين وعشرين لعشرين اربعة وعشرين تم تعيينه في اللجنة لمدة سنتين التعيين تم امتى واحد مايو عشرين اتنين وعشرين الله هو مش الديد لاين كان ثمانية وعشرين ستة عشرين وعشرين طب ما علينا يمكن ده واحد كده ايه قالك مفيد فنحط طب نشوف الخطاب التاني اللي كان بتاريخ اربعة خمسة عشرين اتنين وعشرين هنلاقي فيه مفاجأة تانية مين؟ ترشيح من اتحاد الكنغو الديمقراطية يعني لغاية دلوقتي حتى مش شايف الاتحاد المصري لا ترشيح من اتحاد الكنغو الديمقراطية بتاريخ اربعة مايو لمين؟ لدكتور اخوان بييرا كاكالا بتاريخ اربعة مايو عشرين اتنين وعشرين هو انتوا يا جماعة مش عاملين ديد لاين تمانية وعشرين ستة عشرين واحد وعشرين هي الناس بتتعين في اللجان بعد نهاية الموعد بكم شهر؟ بسنة؟ يعني مش بشهر مش بشهرين؟ بعدها بسنة بتعين ناس في اللجان بعد انتهاء الموعد بسنة ده في اللجنة الطبية ايه اللي حصل في اللجنة الطبية فجأة عشان يجيب واحد النهاردة بعد غلق المعاد بسنة طب لما طلبت منك انظم قلتلي لا ده في معايد لازم تحترمه الله هي في مواعيد ولا ما فيش مواعيد بصوا احنا ما بنتكلمش كلام كده في الهوى احنا بنعرض ورق حد هيتكلم على الفساد عندنا ورق حد هيتكلم على اي كلمة مش مسؤولة هنرد عليه بالورق اللي على راسه بطحة هو عارف ومحدش يعني فيه مثل شعبي يقولك ما تحدفش الناس بالطوب وانت بتك من ازاز ولا يضيع حق ورقوه مطالب وهنفضل ما يكملين في وضيطنا لأنها قضية عادلة واي حد هيتكلم تاني عن القرى المصرية او اي كلام سلبي لنا ردود والكاف في الفترة اللي جاية النهاردة هو 1-6-20-22 على بطالب الاستاذ جمال علام رئيس اتحاد الكورة لو هو حريص بجد على القرى المصرية النهاردة بداية موسم جديد بالنسبة للقرى الافريقية ابعت قايمة بالكوادر اللي انت عايز تحطها في لجان الاتحاد الافريقي اللجنة المالية اللجنة المالية اللي بيرأسها فوز لجع عضو اللجنة التنفيذية في الفيفا وفي الكاف هو رئيس اللجنة المالية اللي اخر سنتين ثلاثة كان فيها خسائر مالية وده ميزانية الكاف مش ميزانية انا مش كلام انا الميزانية نفسها فيها خسائر اخر سنتين ثلاثة عايز اشوف حد في لجنة تنظيم وسبقات الاندية اللي كان موجود فيها الكابت المحمود الخطيب واللي اللجنة دي لم تنعقد خلال هذه الفترة لم تنعقد هذه اللجنة كل اللجان اللي تم تشكيلها بعد الموعيد دي ما بتنعقدش ما بتكتمعش عايز اشوف حد في لجنة كاس الأم الأفريقية للشباب عايز اشوف حد يا أستاذ جمال علام في لجنة الكرة النسائية لجنة كرة الصلاة والكرة الشاطئية اللجنة الفنية وتطوير الكرة الأفريقية مع أولى الكرة الأفريقية لما تعمل لجنة فنية ولجنة تطوير ما يكونش فيها حد من مصر عايز أشوف حد في اللجنة الشؤوني القانونية والاتحادات الوطنية اللجنة الطبية لازم يكون لك كوادر مصر كبيرة ومصر عندها كوادر مصر أنشاءة الاتحاد الافريقي مصر لها الرصيد الأعلى والأكبر على مستوى المنتخبات وعلى مستوى الأندية مصر ققيمة تسوقية بتساهم بنسبة 60-70% من مداخل الكاف نهاية دورة أبطال الافريقي لما فيوش نادي مصر بقيمة الآلي شوف المطش هشوفه كم دولة شوف المطش هشوفه كم واحد مصر لو مش في كاس أمم الفريقية شوف البطولة أهميتها وتسوقها في الشرق الأوسط القنام نقلع الحقوق لهذه البطولات لو ما فيهاش فريق مصري بتخسر كام قيمة مصر وما كانتها كبيرة فأتمنى نهاردة 1-6-22-22 اتحاد الكرة الحالي يبدأ يدور على اللجان الدائمة في الكاف في الفترة اللي جاية واللي كانوا موجودين قبل كده اللي هيديف فيهم يكمل ولو عندك إضافات وعايز يديف أسامي تانية ضيف لكن ما يكونش تنصيق مع اتحادات تانية لأهداف شخصية يكون التنصيق لحساب مصر والحساب الكرة المصرية في المقام الأول مش على حساب نحن لحساب الكرة المصرية في المقام الأول